انا احب احط الليب لائنرز على عيوني ماذا ينصد تجربوها ترى نار الحركة هاي بنات ولكم بقناة ميكوب فوريبر ميدليس اليوم راح اطل عليكم بحلوة رمضان على فكرة اللي ما يعرفني انا اللي جاينا اقلام اللي جاينا الضفيري عندي قناة على يوتيوب طبعاً شكلي بالعادة احسن من شذي نزيل بس اليوم لانه عندنا تجربة حدا قوي عشان شيئاً موحطت لكم ميكوب هو تجربة ويل اف كالر انه راح نفر الويل ونختار ثلاث ألوان وهو ترى فكرتها اساساً من اليوتيوبر اشلي وبصراحة ليش حد متحمسة نسوي هذا اللوك مع ميكوب فوريفر يعني قاعد تشوفون الالوان تقول حطيني حطيني احمر اه احمر طبعاً المتابعين يدرونش كثيراً انا احب الاحمر احي راح نختار لون ثاني اصفر اوكي اصفر زين عمممممم Groot تقريباً برتقاي الفاتح عشواء الحمدur الله ازين الحمدلله اح البطاة طلعت الوان ممكن نتعملنا احب الاحبار لله نحن نختار من الألوان اللي اخترناهم فطلع لنا الأصفر صراحة حبيت الايلانر الأصفر هذا جربت على ايدي انا احب احط الليب لائنرز على عيوني نصد تجربوها نار الحركة راح اختار شي مايل على أصفر اوكي طلع هذا راح نستخدم بعد هذا راح ازيد شوية لون الترانزيشن كالر بس عشان يسهل يدمج الألوان هذي كلها راح استخدم هذا اللون فرح نحط الترانزيشن كالر اللي هو هني يكون بين الجفن المتحرك وبين الجفن الثابت الثابت اللي هو هذا اللي مايرمش الألوان والفرش دمجها عجيب الحين احس انه شدي كافي وبعد نفس الشي بهذه الفرشة راح احط نفس اللون بعد حك تحت عيني نقعدين نبلش بافتح لون عشان نقلل أخطاء الميكوب وعلى فكرة بنات ابدا ابدا لا تجاه لون اهمية الترانزيشن كالر لان شوان اقول لكم جد اهي اللي تحلي الميكوب عاد راح نبلش بالحش الصجي الألوان اوكي حاولت الحاش بس لا ماكو فايدة راح استخدم هذا اللون اكوا اكس ال كالر باينت لون بنات كريمي اجري فيه بنات خافون من الألوان الكريمية بس بليز لازم تحدون نفسكم اذا تحبون تطورون فراح احط اللون راح احط منها شوية بس فراح احطها هني بشكل حيل بسيط حطيتها على الزوايا الخارجية للعين ترشة بعدين على طول بسرعة وزعة بالفلافي براش على طول بنات بسرعة لان هذي اللي اصلا الالوان ووتر بروف و اي شي ووتر بروف يميل انه يثبت بسرعة لهني 12 حالة الاحمر بعد لما تحطونا حطوه على شوية مع دمج لا تحطينا بطريقة الخطوط لان بعدين مهما انت دمجين الخط راح يكون موجود عرفته والحين راح استخدم هذا اللون هنبعد من نفس المجموعة اكوا اكس ال كالر باينت بس الحلو فيه ان لمعته منه وفيه فهذا مايل بين الاصفر والبرتقالي فمن الرينج اللي طلعت لنا بالويل فراح نحطه انبيطه عشان عجيب نار هذا حبيته راح ابوقه منهم لما نطلع اللون حل واضح لدرجة انه حتى مو ما تبون تحطون فوق اللون ثاني قاعد طالعون اللماء قاعد تشوفون والحين جاء دور اللون الأصفر والبرتقالي إذا ملاحظين انه اللحن ما استخدمتهم فراح احطهم كايلينرز وقاعد نحط الايلينر الأصفر بنات بس على الطرف لانه ارد اذكركم ان الايلينر البرتقالي راح نشبكه والحين راح استخدم هذا اللون البرتقالي راح اكمل فيه الايلينر الأصفر اللي حطيتها فراح اشبكه شوية مع الأصفر البلينير بحضاته هذا بلندبل حل وحق البنات اللي جفنها مبطن لا تعرضين الايلينر لانه اذا عرفتي راح يطلع كأنك حاطة اي شادو برتقالي فحاولي قد ما تقدرين مش تخففينه اذا حسيتوا انه اللون مو مدموج يعني عند التقاء الأصفر مع البرتقالي فهذا الفرشة بس شذي يعني يميني سار حركوها راح ينتدمج وبنات حطوه بالطب طبع عشان لا يتقشر معاكم الايلينر والحين صار وقت الماسكرة الاسود دايمن احس يعني شي لسحره الخاص وراح اختار الحين مسكرتين لان انا دايمن احب احط حق الرموش السفلية مسكرة يكون شي يشعرها بلاستيك وحق الرموش العلوية تكون شي مسكرة فيها شعر واحط الماسكرة وديروا بالكم بنات الجسون اللون الأصفر او البرتقالي راح ابعد الماسكرة واستقصد انه اخلي الواتر لاين كلير قد ما اقدر يعني ما في ولا لون نفس ما انتو شايفين راح احط الانر اسود قريب على الرمش بصراحة انا راح احط رموش راح اختفي اللون الاسود بس في بنات ما راح احطون رموش انصح اتحط الانر خفيف فحيل حيل شي انا اضف الفرشة حيل 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 وبعدين اقرب حيل من الرمش قاعد شوفون بنات بس على الرمش بالرمش والحين راح نحط الرموش بلشت بالرموش الكثيرة اول شي خلوا نهاية عينكم بالرمش مو بالاصفر اوكي اتأكد انه لزقت الرموش ليش اقولكم هذا الملوش حلو لان حتى تشيه تقدرون تكبسونهم على بعض عرفتو والحين راح نحط الرمش الاطول خاضر ديروا بالكم بنات انكم ما تغطون الاصفر بالرمش والحين لما ثبتنا الرموش راح نحط الانر لانا قاعد شوفون نهايات عيني ما قاعد تعجبني راح اكمل شي هني ونفس الشي هني والحين راح استخدم هذا القلم الاسود لانه في قاطع قوي قاعد شوفون بين الرمش الصجي والشذبي نزيل ومن ورا راح اخذ هذه الفرشة عشان اشطف الباودر اللي مستانسة منه انه طالعوا ما فيه الوان واجهة طاحت لانه اغلب الاشياء لمستخدمتها كريمية فهذا الحلو بالكريمي حيل يساهم بنظافة الميك اوب حبيتي ساهم ما تبالغون بالبلش والكنتور ليش لانه احنا مستخدمين الوان على العيون اذا زدنا اشياء تشذي راح يصير اللوك شوي كلاوني احنا ماني بهذا اللوك فحاولوا تخلون الباجي بسيط قد ما تقدرون فنحط كنتور حيل بسيط طبعا انا كنتوري المفضل ان يكون شي بالعرض لانه احب اقص خدي والحين وقت الاضاءة طبعا تدرون ان انا متع الاضاءة متابعيني اللي من قناتي يدرون انا شكتر احب الاضاءة بس اليوم ما راح احطي اضاءة بيو بيو بس شوي بنات ليش لانه رد ان اكد فكرة ان ما انا بي اشياء اوفر اعذروا هذه الحبة تدرون والله ان انا جيت ما كان فيني حبة بس لما ان درت ان فيه تصوير حق ميك اف ورابر شان تطلع هو مسترس بس ايه تحب شي تغثني عرفتو هذه الحبة اللي تطلع بالعيد وقت تصوير الهوية شي عرفتو حين عاد دور الحمراء فراح احط هذا اللون افتح درجة من البرتقالي قاعدة احط على فترة هذا اللون حيل حبيته هم بعد هذه من الاشياء اللي راح ابوقها ثلاثمية واحد خلص راح نشوف بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثة علوان احمر اصفر شغالي شو طلعوا لا زين لا اش وحيد زين وبشذي خلصنا لك ان شاء الله عجبكم امانتين استانستوا انا اصور لكم هذا الفيديو وبالنسبة حق ميكوب اليوم بليز بنات بليز غيروا على الوان الترابية تحدون نفسكم نفس كذي بشالنج ويلف كالر موسيقى وفزورة اليوم هي مستوحات من الحلقة هذه ان كلها الوان لو حركنا او فرينا هذا الويل بسرعة شنو اللون اللي راح يطلع وعشان اغششكم هذا اللون وهو مجموع كل الالوان تهلموا لازم تجاوبون على الفزورة تدرون ليش لانكم راح تربحون هذا البوكس الملغم ميكوب وعشان تربحون كل اللي عليكم انكم تساوون اشتراك حق قناة ميكوب فوريفر ميدليست قناتهم اليوتيوب صلطون هذا الزر وتتركون اجابتكم تحت هذا الفيديو بالكومنت وهم راح يختارون منكم خمس رابحات ورمضان كريم بنات وغود لك